فيه اوقات القلق اللي الناس ممكن تبقى عايشة فيها احيانا بنسلك سلوك بيزود هذا القلق بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا خلال الامل فاتت الناس ما عندهاش الا الاسئلة وعلامات الاستفهام التي تصل الى درجة المطاردة احيانا لوزير التعليم دكتور طارق شوقي فيما يتعلق بالامتحانات لدرجة انه اولياء الامور مسلوا نوع من الضغط الشديد جدا واللي هو بدأوا يقولوا لا احنا مش هنتعامل مع الوزير احنا بنكلم الرئيس عشان نشوف الامتحانات وفي الغالب اولياء الامور عاوزين يأجلوا او يلغوا الامتحانات والحقيقة ده سلوك يعني ممكن افهمه افهمه في اطار ثقافة كانت سيدة عند المصريين لفترة طويلة جدا هو ان الحكاية تبقى سهلة يعني اللي هو ايه انك تحصل على اكبر مكسب باقل مجهود انه هو انت الولاد تعدي وتعدي من سنة لسنة ويبقى ايه العيال معاه شهادة طب هو تعلم ايه لا ما تعلمش حاجة النهاردة كان فيه من ساعات قليلة جدا اجتماع للجنة العليا لادارة ازمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء كان فيه اجتماع بينقشوا اخر المستجدد حضرتكم تعرفوا الناس كلها عرفت انه تم مد الاجازة جازة نص السنة اسبوع فبعد ما كان الولاد هيرجعوا المدارس والجامعات يوم عشرين فبراير هيرجعوا يوم تمانية وعشرين فبراير فاذا مد الاجازة اسبوع فقط حتى الان طيب هيرجعوا يوم يوم ستة وعشرين يوم ستة وعشرين اسبوع عموما المد حصل ده رقم واحد رقم اثنين انه الامتحانات ستوقض بعد عودة الطلبة طيب هتجرس ازاي اللي هيحصل اللجنة قالت والله يا جماعة بكرة ان شاء الله زي ما كنا قلنا لحضراتكم دي قراراتها هي بتاعة اللجنة قدام حضراتكم قالت اللجنة والله بكرة ان شاء الله وزير التعليم ووزير التعليم العالي هيخرجوا في مؤتمر عشان يعلنوا الجداول اللي هتم على اساسها الامتحانات ده معنى ايه؟ معنى انه لا نية لا لالغاء او تأجيل امتحانات اكثر من ذلك يعني ممكن يكون خلال الاسبوع اللي هو هيتم مد الاجازة فيه ده تحصل حاجة الله اعلم لكن حتى هذه اللحظة لا نية لا للتأجيل ولا للالغاء في امتحانات في امتحانات اللي انا عايز اقوله ايه؟ او اللي انا عايز اطلوبه من الناس وانا ما بتكلمش وايدي في الماء البرده زي ما بيقول يعني في بعض الناس ايه يتعامل مع الاعلام ده وكأنه بيتكلم من كوكب اخر او بيتكلم وهو مش عايش في البلد لا يعني اذا كان اولياء الامور مهتمين بالامتحانات وموعد الامتحانات والولاد هعملوا ايه فانا كواليه امر مهتم جدا بمسالات الامتحانات والامتحانات امتا والولاد هعملوا ايه؟ يعني اذا احنا كلنا في هذا الموضوع ما بكلمكوش من براه الناس محتاجة تسمع محتاجة تسمع بمعنى ايه؟ بمعنى انه في ناس بتدير الامور في البلد والناس اللي بتدير الامور في البلد دي عندها المعلومات الكافية عن الاوضاع اللي موجود فيما يتعلق بقى بكورونا الاصابات اه توقع حتى الاصابات الناس عندها معلومات المعلومات دي ممكن ما تبقاش موجودة عند السواد الاعظم او الغالبية العظمى من الناس وده طبيعي جدا وعليه؟ بيبقى اللي بيدير الامور ده هو اصلح من يأخذ القرار ما كانش حد متوقع انه يتم مد الاجهزة اسبوع لديهم هم من الاسباب والمبررات اللي تخلي المد اسبوع حصل ليه؟ الله قال ممكن يكون عشان استعدادات فيما يتعلق بالمدارس تحديدا النظام اللي هيعمله على اساس الامتحانات واجراءاته وتوفير اجراءات احترازية وادوات للتعقيم والتطهير للمدارس كلها اللي هتعقد في الامتحانات ممكن يكون محتاج وقت اطول في مد اسبوع قد يكون ده يعني قد يكون هذا هو سبب مد الاجهزة اسبوع انه هو محتاجين وقت لمزيد من الاستعدادات لعقد الامتحانات لانه خلي بقى لكم لازم الامتحانات توقت لازم الامتحانات توقت ليه؟ لانه لازم يبقى فيه اساس للتقييم واضح اساس للتقييم واضح مش كله تساوى زي ما حصل سنة اللي فاتت ان عملوا الولاد الابحاس طبعا الابحاس حضراتكم عارفين اهل اشتروها نقلوها من بعض نسخوها وكانت الاعصاب يعني مضغوط عليها جدا فالحكاية مشت لكن الوقت ثبت انه الابحاس ده لانه الناس متعونتش وعملتها صح قالك لا مش هنعتمد الابحاس بشكل اساسي حتى الان حتى هذه اللحظة خلي بالكم انه طول الوقت بقى دول ايه حتى هذه اللحظة طيب ما تمش الاعلان ما تمش الاعلان عن اي حاجة تخص جداول الامتحانات بس فيه تصورات موجودة فانتكانوا خلاص قررت يا شباب فيه تصورات او فيه سيناريوهات بشكل اساسي عن اللي هيحصل في بكرة ان شاء الله وزير التعليم لما هيطلع يتكال انا مش هعاوز استبق الاحداث يعني احنا عندنا معلومات فمش عايز استبق الاحداث عشان الناس متعتبرش اللي احنا هنقوله ده هو الخطة لكن احنا عندنا تصور من بعض المصادر اللي الناس اشتغلت على هذه الخطة لان الخطة جاهزة فهيتم بعد العودة بعد العودة مباشرة اولا هيتم استقناف الدراسة هيتم استقناف الدراسة طيب ايه بخصوص الامتحانات انت عندك الولاد اللي هم رياض الاطفال لحد تلتة بتدئ رياض الاطفال لحد تلتة بتدئ دول هيتم دول هيتم تقييمهم في المدارس ولكن هيتم تقييمهم مهريا يعني اللي هو ايه اختبارات في المهارات وخلافه اثناء وجودهم في المدرسة تم اختبارات مهارية فردية وجماعية ويتم على اساس هذا التقييم انه الولاد دول يعبروا او يعدوا او يبقوا واخدين الدرجات بتاعتهم دول هم من ايه من رياض الاطفال لحد تلتة بتدئ طيب نيجي من الولاد من الصف الرابع في رابع ابتدائي حتى الاعدادي دول ان شاء الله بعد العودة مباشرة اللي هيتبقى بعد الاسبوع اللي تمد ده هتم الامتحانات بتاعتهم في المدارس وسط اجراءات احترازية مشدد شوفوا التباعد الاجتماعي شوفوا الكمامات شوفوا التعقيم وهتعقد الامتحانات هنا طيب بالنسبة الاولى وتانية سنوي اولى وتانية سنوي الامتحانات هتبقى الكترونية وهتكون الامتحانات موجودة طوال اليوم الولاد يتمكنوا من الاختبار وهم موجودين في البيوت دي الملامح الملامح الاولية لكن بكرة ان شاء الله دكتور طارق شوقي والدكتور طارق شوقي الحقيقة بيدير المشهد ده باحترافية شديدة لانه هو رفض تماما انه يدلي بتصريحات تفصيلية عن هذه الخطة وقال يا جماعة يوم 14 شوقيات الامتحانات كلنا حرصين على مصلحة ولدنا وكلنا عاوزين ولدنا يمتحنوا في جو هادئ لانه الاعصاب دي الاعصاب اللي اللي الناس بتلعب باعصاب بعض وتقعد تقول اخبار وشائعات وحكايات ملهاش لازمة صدقوني والله محاش هستفيد منها محدش هيستفيد منها فانت بتتكلم على ناس بيديروا المسألة عندهم المعلومات بياخدوا القرارات على اساسها فنبقى قاعدين خطوة بخطوة معاهم لكن الحالة النفسية المعقدة والمتشابكة دي اللي بتخليك انت تستبق الاحداء اللي هو ايه لا عايزين نعرف وبعدين انت تتدخل في المسألة وبعدين تقولك لا الغوا الامتحانات يا جماعة مفيش كده مفيش كده انت متعرضين كلنا لظرف استثنائي وهو ظرف كوني يعني اللي هو ايه ظرف طبيعي الطبيعة هي اللي داخل فينا شمال بهذا الفيروس يعني ربنا ينجي الجميع منه ان شاء الله فانت هنا هذا الوقت الاستثنائي ما يخليش الناس تفقد المعايير الاساسية لانه خلي بالك احنا محتاجين الولاد يتعليموا كويس لانه الولاد دول هما هيبقوا مستقبل البلد لما الامور تمشي كده يعني تصلاقة زي ما بيقولوا او يلا اي حاجة تمشي بعد كده دول هعملوا ايه الولاد دول هعملوا ايه لما تبقى الحكاية كلها سهلة كل الحكاية شكل بعض ويلا عدي من سنة اولى لسنة تانية ومن سنة تانية لسنة تالتة فش حاجة اسمها كده احنا محتاجين تقييم واضح جدا يقيس مستويات الولاد دول ونشوف ربنا يسهل الولاد تتعلم بشكل كويس انتو رجماعة ما بتعلموش ولادكم ليهم ولا ليكم انتو بتعلموا ولادكم عشان البلد دي وعشان البلد دي تستمر ان شاء الله فبكرة الناس تنتظر المؤتمر الصحفي اللي هيكون فيه وزير التعليم ووزير التعليم العالي هيقولوا الخطة الكاملة بتاعة الجداول التفصيلية ل الامتحانات ان شاء الله طلبة بس كل اللي مطلوب منهم ايه يذكروا بشكل حقيقي يعني اللي هو ايه الطالب الوقت يقول لك ها ستأجلت اسبوع فالنام بقى لا ما ينفعش ما ينفعش النام فانت كل طالب كل واحد عنده امتحانات هتوقض الامتحانات فبدل ما الناس تلاقي نفسها داخلها في الحيطة الولاد واولياء الامور وقاعدين مشغولين هتتعلم الامتحانات مش هتتعلم الامتحانات تقريمها يبقى ازاي فهتلاقوا نفسكوا قدام الامتحانات فالناس تستعد والطالب يا جماعة ولا التلميذ اللي في المدرسة ده تمام نرجو انه يخليه في نفسه يعني الطالب ده او التلميذ يبص في ورقته يذاكر ويستنى الاجراءات الناس بتاخد قرارات بناء على معلومات